مرحبا لنفرض أننا نلعب أو أننا نحاول أن نجد الارتفاع لكرة مرمية في الهواء ما هي سرعة رمينا للكرة في الهواء؟ والذي نحتاج أن نفعله هو أن يقوم أحدنا برمي الكرة بينما الشخص الآخر لديه ساعة إيقاف هذه أفضل محاولة للقيم بالتجربة والتي تبدو كأنه شخص يراقب الكرة لكن أعتقد وصلتك الفكرة ما سنفعله بالضبط هو أن يرمي إحدان الكرة بينما الآخر يحسب كم هو الوقت الذي تستغرقه الكرة في الهواء إذن ما نفعله هو أننا سنستخدم الوقت في الهواء لمعرفة كم كانت سرعة الكرة أثناء رميها مباشرة للأعلى وإذن معرفة كم المسافة التي تقطعها أو الارتفاع التي تصل إليه وهناك فرضية واحدة قمت بها هنا في الواقع الفرضية التي نستخدمها في حل جميع أنواع المسائل المتعلقة بحركة المقذفات من هذا النوع وتنص على أن مقاومة الهواء مهملة ولا تكاد تذكر ولكن في بعض الحالات مثل كرة السلة أو ما شابه وهذا يعتبر تقريب جيد هل يمكن أن نحصل على الجواب الدقيق من الجيد أن تكون بحل المسألة بنفسك أو على الأقل تعرف كم هي قيمة مقاومة الهواء سوف نفترض لمثل هذه المسائل من حركة المقذفات وجميع المسائل في اللوائح الفيزياء سنفترض أن المقاومة لا تذكر مهملة ماذا تكون نتيجة هذه الفرضية بالنسبة لنا من خلالها نستطيع أن نحسب زمن الصعود وهو زمن رمي الكرة للأعلى للوصول إلى أقصى قمة وهو بالضبط نفس زمن الهبوط وهو زمن المستغلق للنزول للأسفل في الفيديو السابق عندما أوجدنا قيمة الإزاحة مقابل الزمن في المنحنى الموطح وستلاحظ بعد ثانيتين فقط الكرة انطلقت من نقطة الصفر والتي تعبر عن راحة يد الرمي على طول المسافة على التصل لأقصى قمة للارتفاع وفي ثانيتين التاليتين استغلقت نفس الفترة الزمنية لتعود للأسفل وهذا منطقي أي أن كانت قيمة سرعة البداية فهي سوف تستغلق نصف الزمن لتعود للصفر وتستغلق نفس الزمن لتتسارع متجهة إلى الأسفل لتعود مرة أخرى لنفس قيمة السرعة التي انطلقت بها والتي هنا في اتجاه الأسفل لنقوم ببعض الحسابات الرقمية فقط لمعرفة بعض النتائج المنطقية لنقول أنني رميت الكرة في الهواء وقمنا بحساب الزمن بسخدام ساعة التوقيت ونجد أنها استغلقت خمسة ثوان كيف نحسب السرعة التي رميت بها الكرة؟ ما يمكننا فعله أولا هو أن نقول الزمن الإجماني الذي تستغلق الكرة في الهواء هو خمس ثوان لنكتب هذا هنا حسنا هذا يعني التغير في الزمن أثناء صعود الكرة للأعلى سيكون النصف وأعتقد أن زمن الكرة سيكون اثنان ونصف ثانية وهذا يعني أنه خلال هذا الزمن اثنان ونصف ثانية انطلقت بسرعة ابتدائية أي أن كانت هذه السرعة انطلقت من سرعة الابتدائية لتصل سرعتها النهائية والتي تساوي في هذه الحالة صفر متر لكل ثانية في اثنان ونصف ثانية وهذا المقطط موضح للمثال هذا الرسم البياني في هذا المثال السابق كانت السرعة الابتدائية لكن أي أن كانت السرعة نحن نسير في سرعة ابتدائية لتكون ساكنة عند القمة حسنا عندما تكون الكرة ثابتة ومن ثم تبدأ تزداد السرعة في اتجاه الأسفل إذن تأخذ اثنان ونصف ثانية لتسير من السرعة الابتدائية إلى الصفر إذن نعرف ما هو التسارع الاجاذبية نعلم التسارع تسارع الاجاذبية هنا ونفترض أنه ثابت أو قريب من الثبات لكن سنفرضها ثابت ونعمل قريبا من سطح البحر إذن هو سالب 9.8 متر لكل ثانية لكل ثانية تربيع ولنفكر في هذا هذا أتغير في السرعة وهو أتغير في أتغير في السرعة أتغير في السرعة هو السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية وهي نفس الشيء كالصفر ناقص السرعة الابتدائية لأننا بدأنا من السكون وهي سالب السرعة الابتدائية هذه طريقة أخرى لتفكير في تغير في السرعة أظهرنا لتون تعريف التسارع التغير في السرعة يساوي التسارع ويساوي التسارع يساوي التسارع سالب 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع ضرب الزمن أو تغير في الزمن ضرب الزمن أو تغير في الزمن ونحن نتحدث عن النصف الأول من زمن الكرة في الهواء إذن أتغير في الزمن هو اثنان ونصف ثانية ضرب إذن هذا ضرب اثنان ونصف ثانية إذن ما هو أتغير في السرعة؟ وهو نفس الشيء كسالب السرعة الابتدائية سأحضر الحاسبة لنستخدمها حسناً ها هي الحاسبة هنا على الشاشة إذن هي سالب 9.8 متر لكل ثانية تربيع 9.8 لكل ثانية تربيع ضرب اثنان ونصف ضرب اثنان ونصف ثانية ستعطينا ناقص 24.5 إذن هذا يعطينا هذا يعطينا سأكتب هذا بلون جيد هذا يعطينا 24.5 متر لكل ثانية هذه الثواني تلغى مع بعضها مع هذه الثواني في المقام إذن لدينا واحد في المقام ومتر لكل ثانية وهذا نفس الشيء كسالب مثل سالب السرعة الابتدائية هذا يسوي سالب السرعة الابتدائية وهي نفس الشيء كتغير في السرعة إذن نضرب الطرفين في سالب وسنحصل على السرعة الابتدائية إذن يمكن حساب ما هي السرعة إذن نأخذ الوقت الزمن الكل في الهواء ونضربه في اثنين ونضرب هذا في التسارع للجاذبية وإذا أخذت وأعتقدت أخذ القيمة المطلقة من هذا أو نأخذ الموجب لتلك القيمة وهذا يعطينا سرعة ابتدائية إذن السرعة الابتدائية هنا هي 24.5 متر لكل ثانية 24.5 متر لكل ثانية بما أنها كمية موجبة هي للأعلى في هذا المثال إذن هذه السرعة الابتدائية لذا يمكن معرفة جزء من هذه اللعبة السرعة الابتدائية المقذوفة للأعلى سيكون لدينا نفس مقدار السرعة عندما تصل الكرة للأرض بالرغم أنها ستكون في الاتجاه المقابل إذن ما هي المسافة؟ لنوضح هذا ما هي الإزاحة للكرة من أقل نقطة عندما تنطلق من اليد على طول المسافة للأعلى ما هي الإزاحة؟ يجب أن تتذكر كل هذا يأتي من أفكار مباشرة جداً التغير في السرعة يساوي التسارع ضرب أتغير في الزمن والفكرة الأخرى البسيطة هي الإزاحة تساوي معدل السرعة تساوي معدل السرعة معدل السرعة ضرب أتغير في الزمن والآن ما هو التغير في السرعة؟ معدل السرعة هي السرعة الإبتدائية زائد السرعة النهائية تقسيم 2 ونفترض أن التسارع هو ثابت هكذا حرفياً المتوسط الحسابي هو السرعة الأولية والنهائية على 2 إذن ما هو هذا؟ هذا 24.5 زائد السرعة النهائية إذن هذا هو 24.5 متر لكل ثانية زائد السرعة النهائية في هذه الحالة سنعود لأول 2.5 ثانية إذن السرعة النهائية هي مرة أخرى الصفر ونحن نتحدث عن عندما نصل إلى هذه النقطة هنا ستكون السرعة النهائية هي 0 متر لكل ثانية إذن زائد 0 على 2 هذا سيعطينا متوسط السرعة وسنضرب هذا بـ 2.5 ثانية إذن هذا ضرب 2 هذا ضرب 2.5 ثانية ونحصل على هذا الجزء هنا 24.5 تقسيم 2 عندما نسير إلى الصفر هي 24.5 ستعطينا 12.25% ضرب 2.5 ضرب 2.5 وتذكر هذا هنا في بالثواني بالثواني هنا لنكتب هذه الوحدات إذن هذه 12.5 12.25% متر لكل ثانية ضرب 2 ضرب 2.5 ثانية وللتذكير نحن نحسب في الإزاحة عند أول 2.5 ثانية وهذا يعطينا لنستخدم الحاسبة مرة أخرى حسناً لدينا 12.25% ضرب 2.5 ثانية هذا يعطينا يعطينا 30.625 إذن هذا سيعطينا الإزاحة أو المسافة وهي 30.625 متر والوحدة ستكون متر الثواني تلغى معاً إذن هذا يعطينا هذا تقريباً يعطي تقريباً 90 قدم في الهواء وهذا يبدو كبناية من 9 طوابق وعملياً لا نملك يد للقيام بهذا لكن إذا كان شخص قادر على رميها خمسة ثواني في الهواء يعني أنه رماها 30 متر في الهواء أتمنى أنك وجدت هذا منسلياً في الفيديو التالي سأقوم بتعميم هذا ويمكن الحصول على صيغة يمكن تعميمها إذن بغض النظر عن زمن يمكن الحصول على الإزاحة أو المسافة في الهواء أو حتى أفضل من هذا يمكن أن تشتقى بنفسك والاشتراك في هذا على الأقل كيف علجته في هذا الفيديو أترككم الآن وسأراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر